في الموجة التانية للثورة اسمح لي اقول ان احنا كلنا اكيد متفقين ان في 25 يناير شباب الثورة اتهلونا ان هما قد ايه عندهم درجة عالية جدا من الوعي دي تاني مرة بيحاولوا يثبتوا قد ايه فعلا ان هما على قدر كبير من الوعي وبيثبتوا ان هم بيدحكش عليهم فاول مرة قالوا المتسبب في اللي احنا بنوصل له ده هو المتظاهرين والبلد بتقع فاحنا هنغلق البورصة ابواب البورصة عشان البلد ما تتعرضش لخسائر اكبر اقافت 39 يوم فعلا صحيح هل عدم توقفها ده ممكن يكون يعني يأثر عليها سلبا لا هي الفكرة ايه اصلي انت دلوقتي بقى فيه معرفة كافية اهم انا بوقف البورصة ليه لانه قد يكون معلومات متاحة لأفراد مش متاحة لاخرين ايه او في حالة من الهلع العام اللي بتخلي الناس مش موضوعية في اتخاذ خرار النات بيع وتشتيج فانا ظن دلوقتي انه ما داشت اقول ان المعرفة شوتاح المعرفة وضع مصر بقى معروف للكاف فانا اقدر انا كحامل سهم ما بيعوش لو انا شايف انه مش مناسبة بيع ولو شايف ان انا مناسبة اشتيه اقدر اشتيه حتى بصراحة فيه قدر من التوقع لمستقبل مصر بقى افضل من الفترات اللي فات برضو حين يعني ايه يعني عدم وضوح الرؤية الكامل للمستقبل ده برضو يجب ايقاف الابورصة في هذه الحالة عشان كده انا بصراحة متفق مع دكتور عمران وهي الترقابة المالية ان احنا مش هنقلل حتى ساعات التداول هنخلي الابورصة شغالة زي ما هي بس انا نفسي بخاطب اي حد انه ما يبعش من يملكون اسهم في ايديهم بصراحة الا اذا كانوا في احتياج شديد للمال يعني لانما الاسعار نزلة باكثر مما يتصور اي انسان يعني نتائج اعمال الشركات لا تدل على هذا الهبوط المريع احنا نجد طيبا خصونا 50% من القيم الاسهم في الشهور اللي فاتت يعني ولا نتائج ولا الوضع العام برضو بالسوق اللازي يعني ايه زي ما بقول لحضراتك يعني احنا مشيين في جهة يعني قد يكون عشان الفضائيات وده شيء طبيعي الحقيقي عشان ده الاكشن والحدث المهم في البلد مركزة عليه لا احد يرى ما يجري في مصر كل يوم ملايين الناس بتذهب الى الحقول عشان تشتغل وناس بتروح متاجرها وتقدم لنا خدمات مهمة جدا وناس بتسعى على الله بعد بياتها هو ده النشاط الاقتصاد الشغال ومواني شغالة ومطارات شغالة تقصد قول الماكنة فيها يعني فيها الصورة الاقتصادية الحقيقية مش هي الوصلة عن طريق طبيعي بالزبط الاعلام نعم واعتقد ان احنا مش فقط الشاشات او الفضائيات هي الوصلة الصورة دي احنا كمان المسؤولين عندنا وصلوا الصورة دي للأسف طبيعي احنا بصراحة انا لا عنديش اي شك ولا انا محبش الادانات المطلقة ولا العشوائية كده انا بتصور بمنتهى الانصاف والامانة يعني لكل الاطراف ان الاداء السياسي للجهتين اللتين كانتها يعني تسيران ولا زلتها يعني دفت مصر مع ان الحكومة دلوقتي هي دوبت سيران عمل فعلا كان اداء تعبان جدا الحقيق لا يتفق وزكاء المصريين ولا ان دي اقدم دولة في التاريخ ولا ان فيها هذا القدر من النخبة اللي يعني الجبارة ولا السويين المهمين العقلانيين الاسكية اللي عندهم دي مش دي مصر لا للأسف طب يعني بما اننا فضل لنا دقيق للأسف على نهاية الفقرة عايز اعرف من هداك الحلول اللي بتطرحها المفروض يعني في الفترة جاي على الاقل ما نخسرش اكتر من اللي خسرناه وزي نعوض الخسارة دي انا اول حاجة الحقيقة بحب ان احنا نعملها يعني ايه دلواحد دايما زي قرارهم اللي بياخدوا في البيت بالزبط اللي هو اعادة ترتيب الاولويات يعني لما يبقى فيه واردات ملهاش لازمة اوي الحتة دي مهمة لانا بتستنزف ايه اه سرورتنا من ايه من الدولارات يعني او المخزون بتاعنا بتاع المجتمع كله مش بس اللي موجود على البنزة الكزيرة صحيح بمناسبة الدولار يعني الاول مرة سعره بيتجاوز الستة جنيه اه ده ده مؤشر ايه احنا كنا في منتصف الفين وثلاثة كنا وصلنا لسبعة جنيه بعد ما عاطف عبيد عمل تحيي سعر الصرف يعني اصدهول ستة جنيه في ذاتها ما هيش مشكلة اوي صحيح ان عندنا مستقيم من الفين واربعة بصراحة بفضل يعني جهود اتعمت من ادارة السياسة النقدية في مصر من البنك المركزي والاطراف المساعدة معاه خلت فيه استقرار جيد جدا في سعر الصرف كان سعر الصرف ده بيديك فرصة ان انت اعرف ابني حساباتي انا هستود السلعة الفلانية حبيعها بكذا يبقى هام الشفحي كذا هاجيب تاني هاجيب خامات بايه اعمل ايه انما لما بيتزبزب جامد بيربك الناس الحسابات فهو الارتفاع ده في حد ذاته ليس سيئا ما هواش مشكلة حتى هذه اللحظة يعني لكن انا بتمنى ان احنا عشان ما يفلتش الامر من ايدينا برضو نبقى محافظين علي في ايدينا ونحاول بقدر الاستطاعة ندي فرصة للسياحة تتنفس وتنتعش وللصادرات انها يعني تزيد وللاستثمار الاجنبي الحقيقي اللي جاي على مشروع انتاج مهم ومطلوب للبلد انه ياخد فرصته بصراحة انا بازع الاول لما فعلا فيه كذا مشروع كده كوبار يعني تعطلوا مش عايز اقول اسامي عشان يعني ايه بتاع خاص مشارك فيها بس كانت مشايق مهمة جدا فيه مجال الطاقة والبيت وكمويات بشكل خاص يعني الحاجات دي لازم ايه نبقى يعني نتعامل فيها بضمية وحكمة شوية وندي فرصة للمشاوعات دي انها تشتغل اللي هو دور الحكومة دور الحكومة ودور المجتمع الحاجة الاتنين مع بعض يعني بعض الاحتجاجات مثلا على مشايق انا بصراح مكنش مأيدها لابد يبقى فيه عندنا زي ما بيقولوا في الانجليزي كاريتيريا معايير حاجة نحتكمي ليه واحد بيقولك نجيب مثلا منظمة الصحة العالمية وخبراء بيه عالمين يقولوا المشروع ده يعني متوافق مع البيه ولا لازم نقبل ده انت عايز ايه تاني مش فاهم انا يعني ما ينفعش نرفض وفي نفس الوقت لازم يعود المجتمع المحلي برضو بطرق مختلفة تعملي غابات شجرية حوليه تشغل اولاده تخليهم يحسوا انهم شركاء في المشروع اللي موجود على الارضي فلازم بيبقى نفتح باب الاستثمار الاجناب الحقيقي المنتج ولازم ايه ندي فرصة افضل للسياحة انها تتحرك ولازم نعمل اولويات افضل في مجال الوايدات لان المسألة مهمة جدا زي ما بيقولك والاهم من كده وكده على فكرة هو يعني تعرف فكرة تفائلوا بالخير تجدوه انا بعتبر انه واجب عليها شخصين كل ما اخوية يكلمنا او اي حد من او في بي اهل بيت نفسهم انا شايف ان مصر وطعا فعلا اللي بيطميني بيقولك وجود ناس اصحاب عقول وزكاء ومعارفة في ميدان التحيير انما لما بيتواجد جمهور كده غامض وغيب ده اللي بيربكني لان ما باش عارفة توقح هيعمل ايه انما الجمهور الوعي هنا يقود الدفة سواء بقى في المعارضة او في الحكومة ده خير على مصر ما يبقى فيه معارض سياسي زاكي ومحترم وفاهم تتطميني حتى مهما كانت يعني ايه يعني اراديكالية او حدة مطالبه يعني لو في الاخر عنده درجة من المسؤولية والوعي الوطن صحيح يعني الحمد لله اعتقد اللي انا فهمتوا من كلام حضرتك ان احنا مش في كاريسة قومية اه طبعا فيه فيه مشاكل في الاقتصاد المصر كلنا بنمر عليها ولكننا يعني لم ننهار بعد الحمد لله واعتقد ان الرجال الدولة والمسؤولين عن الاقتصاد المصري والمسؤولين عن الحكومة المفروض ان هما ما يصدروش الفكرة دي للخارج لان احنا بالشكل ده هنبقى بنترد المستثمرين الاجانب وبنوقع على البورصة المصرية وبنعمل حاجات كتيرة جدا مش ملقما تماما مع وضعنا الاقتصادي استاذ مسباح قطب المستشار الاقتصادي في جريدة المصري اليوم شرفتنا ونورتنا بشكر حضرتك جدا مشاهدين استنوا معنا لسه معنا فقرات في نهاركم سعيد